ترند الترند عندي مجموعة من الأخبار السريعة والمهمة يمكن أول خبر معي الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة والكابتن أمير توفيه مدير التعاقدات والتسويق غدروا إلى الإمارات بالأمس بالتأكيد استعدادا لإجراء العديد من الأمور التنظيمية واللوجستية للأهل خلال الفترة القادمة بداية في عرض بإقامة معسكر للأهل خلال الفترة القادمة إن شاء الله فبالتالي فيه ترتيبات وإمكانية إقامة مباراة ودية على هامش المعسكر في الإمارات العربية المتحدة كذلك كمان الزيارة في الأساسة جاية للإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هينظم كاس العالم للأندية خلال شهر فبراير في أبوظبي فبالتالي بيطلب من كل فريق تأهل لهذه البطولة أن يسافر عشان يحدد أفضل ملعب تدريب بالنسبة له من خلال ملعب اللي حددها الفيفا وكمان فيه كذا اختيار لفند والإقامة عشان هتشارك في كاس العالم الأندية تنظيمية الخاصة بكاس العالم للأندية وايضا كمان فرصة أنك ترتب بعض الأمور الخاصة بمعسكر الأهلي اللي هيقام في الإمارات خلال الفترة اللي جاية أثناء فترة التوقف بسبب انشغال منتخبنا سواء في كاس الأمم أو حتى في كاس فيفا للعرب خلال الشهر القادم طيب كمان فيه نقطة مهمة جدا المعسكر ده يبقى مدته 15 يوم خلال فترة التوقف القادمة